احترم كل التحية وكل التقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي طيب نكمل كلامنا عن الأهلي قبل ما نتكلم عن المنتخب إيه اللي مطلوب من مارسيل كولر بعد عودة اللاعبين من فترة أجازة لمدة أسبوع عنده مجموعة كبيرة من اللاعبين مش موجودين سواء مع المنتخب الأول أو مع المنتخب الأولمبي يعني إيه اللي يعملون؟ أوه عارف ما بتلحاش تاخد نفسك خط أسبوع يعني شميت نفسك سنة بس التداخل على معا معا بلغة الكرة بتاعتنا بقى انت داخل على دوري عندك ضغط ومتشاط رهيب فيها سعيئ فانت مهمة جدا 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 اللاعبين اللي موجودة معاك بره المنتخب دي تبقى جاهزة مهمة جدا جدا تبقى جاهزة مية في المية لأن كل اللاعبين اللي موجودة في نادي الأهلي هتلعب في فترة اللي جاية مع ضغط المتشاط والمتشاط قريبة فأتوقع أن كله هيبقى موجود في المفرمة بتاعت اللي هي أنه هو يرجع تاني طبعا مهمة جدا مهمة جدا أن أنت اللاعبة اللي هتجيلك منتخب برضو تبقى يعني يوقف على رجليها لأن اللاعب دي برضو ماخدوش راحة فانتدخل برضو مشكلة دي هتبقى عندك مشكلة برضو فسياسة تدوير مهمة جدا في النادي الأهلي هتبقى الفترة اللي جاية لازم تتعامل بحسابيا كويس قوي عشان الإصابات واللعابة تبقى كلها مكملة معك بشكل كويس لأن الدوري أنا شايف الدوري صعب والنادي الأهلي تاني النادي الأهلي بطولة أفريقيا خلصت جاء الناس لفت خلاص ما بقش شايفينها بقيت موجودة في التاريخ التاريخ النادي الأهلي فاحنا في اللي بعده اللي بعده اللي هو إيه دلوقتي دوري لما يجي بقى بطولة تأفريقيا ده موضوع تاني بس احنا النهاردة كل الأهلوية سابوا البطولة وبصوا عليه على الدوري على متخد مصر الكامل على الكده دوري أهلوية دوري دوري أنا عايز الدوري فمهم جدا مهم جدا القوضة تبقى هادية مهم جدا التركيز الفاتر لأن الدغط المشاط هيبقى كبير فلازم اللعبات تبقى مستعدها بشكل كويس برضو الراجل يعمل إيه؟ التدريبات بقى من ناحية الفنية لا بص ما هي التدريبات دي ما هي التجهيز ده هو التدريبات التجهيز ده يعني أكيد فيه شق بدن هيبقى موجود للعيبة الحاجات الفنية خلاب لك ما تطغيرش إنه الراجل بقى له فترة طويلة موجودة مع العيبة شو كنتم عنده أفكار جديدة عايز يطبقها حاجة جديدة عايز يعملها مش هتطبقها أنت عندك مجموعة كبيرة في المتخد فهتطبق وهتسيب الناس اللي بره دي إلى حد ما أنت بت في حاجات سوابت داي مدير فني ببقى عنده سوابت في حاجات بتتغير على حسب الفرق اللي أنت بتلعبه بس فيه أساسيات ما بتتغيرش يعني طرق لعب خطوط عريضة أنت سبتة مش هتتتغير الحاجات بقى الصغيرة المواقف باكليفت المصاب فنزل باكليفت التاني الوظيف بتتغير يعني الباكليفت اللي بلعب بيمينه يعني كريم فؤاد لما لعب يعني الواجبات بتاعة المركز هنا اتغيرت اتغيرت عشان اللي أبدا تغيرت لا بروحش عشان يعمل الأوفر ممكن يخش ياخد من جوة تتحركات مختلفة فانت ممكن تخير اتغير شكل الكورة على حسب البزوشن اللي اتغير عندك ده فده حاجات كلها تعادلات بسيطة مش كبيرة جوهرية الجوهرية دي بتتعمل معك من بداية الموسم لازم تبقى مجهزة لازم كل اللي عابين موجودين تحقيق إيدك سبتة التاكتك سابت ولكن التغييرات بتبقى بسيطة على حسب المشاكل اللي ممكن تعابلك وانت بتشتغل